مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معكم الرغد من قناة تفاصيل تيوب فيديو اليوم حيكون عبارة عن صلة القرابة بين نجوم اليوتيوبرز العرب وعشان تعرفوا شو صلة القرابة بين اليوتيوبرز احضروا الفيديو معي للنهاية ويلا خلونا نبلش في كتير من اليوتيوبرز اللي بتجمعهم علاقة بين اليوتيوبرز وبنشوفهم مع بعض بشكل مستمر لكن ما بنكون عارفين إذا هم في بيناتهم صلة قرابة أو لا في فيديو اليوم رح نردلكم بعض اليوتيوبرز اللي بتجمعهم صلة قرابة خلونا نشوف أول هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هو سيا مايند زوج شحب سيا مايند هو خال اليوتيوبرز المعروفة نارين بيوتي وأيضا شيرين وسيدرا هما خوات لنارين بيوتي وبهيك بتكون في صلة قرابة بين نارين وسيدرا وشيرين بعلاقة الأخوة وبين نارين وسيا مايند بتجمعهم علاقة الخال وابن الأخت تعالوا نشوف ثاني هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هما رغد فهمي وروان وريان رغد هي أحد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة يوتيوب وبتابعها أكثر من ثلاثة مليون متابع ابتجمعها علاقة الأخوة باليوتيوبرز التوأم روان وريان فهمي اللي معروفين على أيضا منصات التواصل الاجتماعي وفي كتير من اليوتيوبرز اللي ما بيلاحظوا ما بيعرفوا هالشي ودائما ما بينصدموا لما يعرفوا إنه رغد هي أخوة روان وريان وبهيك بتكون في علاقة أخوة بين روان وريان ورغد تعالوا نشوف ثالثة اليوتيوبرز اللي معنا واللي هما لانا ولين لانا هي يوتيوبرز وناشطة على منصة يوتيوب وتيك توك واسمها بالكامل لانا محمد بركات وأيضا لين ناشطة على منصة يوتيوب وتيك توك واسمها بالكامل أيضا لين محمد بركات العلاقة اللي بتجمع لين ولانا هي علاقة أخوة ولكن مو متل ما الأغلب مفكر هما مو توأم متل ما أنتوا عارفين لأنه لانا أكبر من لين وبهيك بتكون العلاقة اللي جمعت بين لانا والين هي علاقة أخوة تعالوا نشوف رابح اليوتيوبرز اللي معنا واللي هو أحمد أبو الروب ناشط على منصة يوتيوب وبتابعوا الملايين من المتابعين أما عمر أبو الروب فهو أيضا ناشط على منصة يوتيوب وبتابعوا أكتر من مليون متابع عمر بيكون الأخ الأصغر لأحمد أبو الروب وبهيك بتكون العلاقة اللي بتجمع بين أحمد أبو الروب وعمر أبو الروب هي علاقة أخوة تعالوا نشوف خامس هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هما أنس مروى وأسامة مروى أنس مروى المعروف بعائلات أنس وأصالة متزوج من أصالة الكل كان بيفكر أنه أسامة هو من ضمن فريق عائلة أنس وأصالة وما كانوا بيعرفوا أنه أسامة بيكون أخو لأنس مروى أنس مروى حاليا هو يعتبر من أكتر اليوتيوبرز المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة يوتيوب وبتابعوا الملايين من المتابعين وبعد من شهر أسامة صاروا يعرفوا المتابعين أنه أنس بتجمعوا علاقة بأخو أسامة وبهيك بتكون العلاقة اللي بتجمع بين أنس وأسامة هي علاقة أخوة هيك بكون حكيت لكم بعض اليوتيوبرز اللي بتجمعهم علاقة القرابة هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم احكوا لي شو رأيكم بالفيديو وبالتعليقات لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد وشكرا لمشاهدتكم